افادت وزارة الصحة بان السبع والاربعين حالة من الحالات القائمة التي تم الاعلان عنها يوم امس لعمال وافدين كانوا تحت الحجر الصحي الاحترازي بمقر سكنهم وفق التنسيق مع ادارة الشركة التابعين لها بمنطقة سلمباد ولم يغادروا مقر الحجر الصحي الاحترازي في سكنهم طوال فترة الحجر واوضحت وزارة الصحة انه تم فحص العمال الوافدين مع نهاية مدة الحجر الصحي الاحترازي وفق الاجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس وتبين من خلال الفحوصات المختبرية ان نتائج السبعة والاربعين عاملا ايجابية وتم اضافتهم الى الحالات القائمة لفيروس كورونا كما تم على الفور نقلهم لمركز العزل والعلاج في سترة وتخصيص مقر مخصص لهم الى جانب اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المخالطين لهذه الحالات واجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة وتقرر تمديد اقامتهم بالحجر الصحي الاحترازي لمدة اسبوعين حسب الاجراءات الوقائية المتبعة واكدت وزارة الصحة انه لا يوجد انتشار للفيروس بين العمالة الوافدة كما يتم الترويج له وتهيب بالجميع ضرورة استقاء المعلومات حول الحالات القائمة او اي قرارات ومعلومات من المصادر الرسمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر